موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم إلى حلقة جديدة لبرنامجنا يصرنا اليوم أن نستضيف الأستاذ أسرار حياة رائدة الأعمال الكويتية ليتحدث معنا حول قصتها مع الصين أهلا وسهلا أستاذ أهلا وسهلا فيكم أستاذة أسرار فبمناسبة اليوم المرأة نقدم لكم كل التهاني وأتيب التحيات وأيضا أعرف أنك تمتلك بمناصب مختلفة كثيرة مثل رائدة العمال وكاتبة وأيضا ناشطة اجتماعية فبالنسبة لك ما هي أو ما هو أهم منصب لك في حياتك سؤال جميل أولا بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم طبعا وأحيي جميع المشاهدين من الصين الحبيبة ومن دولتنا التي نعشقها طبعا لكويت وأتمنى يكون هذا اللقاء خفيف عليهم ويستمتعون به والله جميعها يمكن العمل التطوعي هو أكثر الأعمال قريبة إلى قلبي أنا لدي مبادرة خاصة في أنشأتها قبل الكوفيد لم أفعلها بالطريقة الصحيحة ولكن الآن إن شاء الله سابتدئنا قبل أسبوعين في أول اجتماع وهي مبادرة خاصة في تمكين المرأة اقتصاديا اسم هذه المبادرة نوطك وكذلك هناك مبادرة أخرى أنا أحد المؤسسين لها وهي منصة مضاوي مضاوي زلست وهي لتمكين المرأة ولمساندتها ودعمها لخوض أي نوع من أنواع الانتخابات سواء مجلس بلدي مجلس أمة مجلس الجمعيات التعاونية الطلبة وغيرها وكنت كذلك عضو أمين سر في جمعية الشفافية الكويتية لمدة أربع سنوات وكنت عضو لمدة خمسة سنوات هذه الأعمال كلها تطوعية وكلها الهدف منها ختمة المجتمع فدائما العمل التطوعي يكون قريب أكثر إلى قلبي أما رائدة أعمال فهذه يمكن أن نقول هذه وظيفة أحبها جميلة أستمتع بالعمل بها ولكن ليس كالعمل التطوعي أما الكاتبة فهي ما أضع مشاعري وأفكاري في هذه الكلمات التي تخرج مني أسبوعيا في جريدة القبس جميل أن الناس تقرأ أفكارك وتحس معك هذه كلها قريبة على قلبي صعب جدا أن أفرق نظرا لهذه المناصب الكثيرة وأعرف أنك قمت بالسفر أو رحلة إلى الصين في العام الماضي فذهبت إلى الصين بأي منصب من المناصب؟ أكثر متعة ككاتبة لأن كنت كل ما أرى شيء أود أن أكتب عنه ووصله للناس كناشطة كنت أعكس تجربتي تقريبا بالكامل على السوشال ميديا قنوات تواصل الاجتماعي للمتابعين وكان تفاعل قوي جدا مع المتابعين الكل كان يسألني أسئلة كثيرة هل هذا في الصين؟ هل هناك هذه الأشياء في الصين؟ محقولة هذه المناظر الجميلة في الصين لكن الكثير من الكويتيين يرون أن الصين شيء مبهم لم يزوروا الصين وليس لديهم المعلومات الكافية عن الصين فكانوا دائما يستغربون ويمكن الكثير من الناس بعد هذه التغطيات أبدوا رغبتهم أنهم يودون زيارة الصين قريبا فالحمد لله أنا كنت سعيدة أن كانت ردود الفعل جميلة وأنا ساهمت في عكس صورة جميلة عن الصين وحاولت على قدر ما استطعت في ذاك الوقت أن أعكس الصورة كاملة سواء الثقافية، السياحية، الاقتصادية، الاجتماعية على جميع الأصعدة حتى أجعل المشاهد أو متلقي هذه المعلومة كأنه عايش معي التجربة وهذا بالضبط ما حصلت عليه من ردود فعل من الكثير من المتابعين كان يقولوا لي نحن سعيدون جدا أن حسستين يا أسرار كأن نحن معك في هذه الرحلة نحن مستمتعين معك فهذا الكلام وهذا الفيدباك كنت أشوف من المشاهديني ومتابعيني كان شيء يتلج الصدر ولكن حسب تجاربك في الصين هل الصورة التي تشاهدها في الصين مختلفة عن ما تصورت أو قرأت من الكتابة أو قرأت من التواصل الاجتماعي طبعا الصين مختلفة تماما تقريبا عن ما كان في بالي أولا إذا كنا سنذهب إلى القراءة يمكن أكثر المصادر التي نقرأها هي عن طريق الإنترنت وطبعا أنتم تعرفوا ذلك أكثر مني أنا أن المعلومات الموجودة عن الصين في الإنترنت ليست أبديتت لا تكون بحديثة جدا قاصرة لا تجد المعلومات الكافية التي ممكن تساعدك عن الصين وحتى وأنا في الصين كنت أبحث عن معلومات خاصة في الصين كان صحب أني أجدها فدائما لازم تلجأ إلى جهة مسؤولة لتعطيك هذه المعلومات لذا كانت معلوماتي تعتبر ضحلة بالنسبة للصين كما ذكرت مسبقا أن الصين كانت شيء مبهم لا نعرف إلا القليل طبعا كنا نسمع أن الصين كانت تمر بفقر وكانت حتى الكويت كانت من أوائل الدول إذا لم تكنت أول دولة تمنح الصين قرضا وكنا نعرف ذلك ونرى المنتجات الصينية ما شاء الله ما ليه لكويت أينما تذهب صيني 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 لذا نرجع إلى مقالة صنعة في الصين لدينا فكرة أن كل شيء صيني نوعية تكون سيئة أو رخيص وذلك بسبب أن المنتجات التي نستوردها من الصين هي هذه المنتجات التي تعتبر رخيصة فدائما الشيء الرخيص يكون رديء نوعا ما أو تكون حتى عمر الزمن قصير فهذه الصورة التي موجودة عندنا في الكويت لماذا التجار يجلبوا هذه المنتجات فلا أعلم صراحة ما هو السبب هذا يحتاج دراسة اكتشفت طبعا لما ذهبت إلى الصين هناك منتجات كثيرة وعلى كل الليفلز في الرخيص وفي المتوسط وفي الجودة العالية ولكن ما نراه في الكويت هو هذا فهذا اللي جعلني أكتب هذه المقالة كنت أود أن يكون التجار يرون الصين كما رأيتها أنا كم مدت الرحلة إلى الصين هل هي طويلة أو قصيرة 122 يوم أربعة أشهر خلال هذه الأشهر العربعة هل هناك أمر مؤسف لم تفعليها خلال هذه المدة ولكن كنت تريدين أن تفعلها خلال هذه المدة أنا كنت أود أن أذهب إلى يونان كانت في خطتي وكنت أود أن أذهب هناك لأنني سمعت عنها الكثير أن شنغرلا موجود هناك وسمي أو أسس الفندق أو سلسلة الفنادق شنغرلا من هذه المنطقة فهذه الحكاية وسمعتها من صيني صديق صيني تعرفت عليه وطريقة كلامها عن هذه المنطقة جعلني أرغب بالذهاب إليها ولكني لم أستطع الذهاب إليها كذلك من التجارب التي أتمنى أن الفرصة تسنح لي أن أمارسها أو أجربها هو التعرف على كبار السن في الصين والعيش معهم فترة اللي هي day to day life لدي فضول أعرف عن حياتهم تعرفت على الشباب وعندي أصدقاء وصديقات كثيرين الحمد لله صينيين فكانوا يكلموني عن حياتهم لدي معلومات لا بأس بها ولكن الكبار بالسن عندي فضول أعرف عن حياتهم في السابق لا أريد أن أقرأ لا أريد أن أشاهد أفلام لأننا نعرف الأفلام دائما نكون فيها حبكة درامية لا تعطيك الحقيقة مئة بالمئة لدي هذا الفضول أعرف عن حياتهم وكيف عاشوها في ذاك الزمن لأعرف أكثر عداتهم وتقاليدهم العريقة التي متمسكين فيها منذ ذاك الزمن حتى الآن مصدر قوتهم نحن نرى الكبار السن في الصين لديهم قوة بدنية وعقلية وإصرار من الأشياء التي أحب أن أتعلمها منهم صحيح وتفضلت موضوع مهم جدا وهو المصنوع في الصين أو الصنع في الصين وأيضا أنا قرأت مقالتك الأحدث تتكلم عن القدرة لدولة ناجحة لإدارة الموارد فبالنسبة للصين كان هناك تطورات سريعة وكبيرة للاكتصاد وأيضا للمصانع ولإدارة الموارد فما هي الأسباب وراء هذا النجاح للصين لتطورات سريعة في تنمية الاكتصاد إدارة الموارد طبعا هذا شيء جدا مهم وتنوع الموارد هذا شيء آخر مهم هناك الكثير من الأمور المهمة للحصول على هذه التنمية والازدهار باعتقادي وبرأيي أن أهم نقطة ساعدت الصين على هذه التنمية الاقتصادية حيث أنها هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعني خلال تقريبا سبعين سنة من فقر إلى ثاني أفضل اقتصاد في العالم معجزة وعلى فكرة أنا قرأت أحد المقالات قبل فترة وكاتبها شخص أوروبي أمريكي من الوست من الغرب لا أستطيع تذكر اسمه ولكن سمى المقالة الصين المعجزة الاقتصادية شيء من هذا القبيل وهي معجزة خلال ستين سبعين سنة تقضي على الفقر ولا تقضي عليه فقط لا تكون ثاني أفضل اقتصاد في العالم هذه معجزة باعتقادي هو الانفتاح سياسة الانفتاح التي تبعتها الصين مؤقرا هي ما ساعدت الصين على هذه التنمية السريعة وبقوة ثابتة الانفتاح بلا شك نظرا بأنك عشت في الصين لمدة أربعة أشهر فما هي الاقتراحات التي تريدين أن تقدمين إلى رجال أعمال الكويتيين وأيضا نساء الأعمال الكويتيات عندما يريدون التعاون مع شركاء الصينيين في الفترة الحالية ببكوتي في الصين مدة أربعة أشهر عرفت لماذا يمكن ينفر بعض رجال الأعمال من عمل بزنس مع الصين أو مع الصينيين أعتقد هذا هو سبب اللغة ويمكن ليس كل شخص لديه الصبر لأن نحتاج ويمكن هذه من الأشياء التي تطورت فيني خلال وجودي في الصين أن أصبحت صبورة أكثر لأن لازم أتعامل مع ناس لا يعرفون لغتي وكذلك على فكرة الصينيين حتى طريقة تفكير مختلفة عننا على سبيل المثال لا أعرف لكن التفاهم يعني في أشياء عندنا مثلا مسلم بها هم لديهم شيء غير ضروري يعني الأولويات طريقة التفكير مختلفة أكيد هناك دول كثيرة طريقة تفكيرنا مختلفة عنها ولكن يمكن هذه الدول الموجودة في الغرب اعتدنا على التعامل معهم وهم اعتادوا على وجودنا بينهم فأصبحت لغة الحوار والتفاهم أسهل وكذلك بوجود لغة ولكن الصيني التي تتعامل معه يجب أن تفهم أين يأتي طريقة تفكير ثقافة مختلفة فالتعامل في صعوبة ليس فقط اللغة طريقة عملهم مختلفة فهم لم يعتادوا علينا ونحن غير معتادين عليهم لذا يجب أن نتحلى بالصبر بعد فترة بعد سنوات سنأخذ على بعض ونفهم بعض ولكن إذا هذا شيء منفرنا ويجعلنا لا نبتدأ بهذه العلاقات وهذه الأعمال لن ننجح فيجب أن نأخذ هذه الخطوة ونأخذها بقوة أنا أعرف طبعا هناك رجال أعمال منذ زمن طويل يتعاملون ويتعاونون مع كثير من المصانع في الصين وكثير من رجال الأعمال والشركات الصينية لدينا في الكويت تقريبا ستين شركة صينية تقريبا يقومون بثمانين مشروع ومشاريع مع الدولة ومشاريع رئيسية لا ننكر ذلك ولكن لما نتكلم على مستوى رجال الأعمال لا نتكلم عن مشاريع بنية تحتية ومشاريع كبيرة وعظيمة نتكلم على مستوى رجال الأعمال ونساء الأعمال يحتاجون يمكن دعم يحتاجون ثقافة أو تدريب أو 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 يمكن تشجيع من من لا أعرف يمكن من الصين من السفارات في الدول المختلفة لا أعلم ولكن هي تحتاج دفعة إلى الأمام وأنا دايما أقول العجلة لما تبدأ تدور ستدور ولكن تحتاج بالبداية يمكن دفعة حتى تدور بس هي أرض خصبة للكثير من الأعمال والكثير من التعاون التجاري صحيح وأيضا هذا الأمر يدل على أهمية التعرف على الثقافات المختلفة وخاصة عندما نتكلم عن تشابح بين الحضارة الصينية وحضارة الإسلامية ولكن في نفس الوقت هناك نقاط مختلفة الثقافة الصينية ما يلفت النظر بصراحة هي عريقة جدا وتمسك الصينيين في هذه الثقافة والعادات والتقاليد والأعراف شيء جميل أنا هذه من الأشياء التي عجبتني كثيرا أقدر الإنسان الذي يكون متمسك بعاداته وتقاليده وثقافته مهما كانت قديمة الثقافة جدا في الصين جدا مهمة نرى أن الصينيين عندهم التعليم جدا مهم الثقافة جدا مهمة القراءة شيء مهم التعلم حتى كبار السن المسنين نراهم مقبلين على التعلم من الأشياء التي كانت تؤثر فيني أنا شخصيا لما أذهب إلى المتاحف أنا أحب المتاحف لما أذهب إلى المتاحف أو الأماكن التاريخية ترى المسنين يعني هي بالكاد تمشي أو هو بالكاد يمشي رجل طاعم بالسن كبير أو امرأة ولكنهم حريصين أن يأتوا ويتعلموا ويقرأوا وينتبهوا لكل التفاصيل الموجودة في المتحف فهذا شيء جميل الاعتزاز بالثقافة والتمسك بأنه يتعلموا أكثر هذا شيء جميل والثقافة الصينية متفرعة يعني لا نستطيع أن نضع يدنا على جزء ونقول هذه الثقافة الصينية هي واسعة تحتاج وقت طويل ليست أربعة أشهر يمكن سنوات الواحد لازم يعيش في الصين حتى ممكن أن يغرف من هذه المعرفة وهذه الثقافة نعم وأيضا دائما نعتبر الإعلام جزءا مهما في الثقافة وأنا أعرف أنك قد كنت بزيارة أو مرارا كنت بزيارات مرارا وتكرارا في الإعلام الصيني وخاصة لقناتنا خلال زيارتك إلى الصين فحسب رأيك ما هي المزايا للإعلام الصيني وأيضا ما هي اقتراحاتك لإعلام الصيني من أجل تعزيز نفوذها في العالم وخاصة بدول العربية سؤال جدا مهم أولا بس أحب أن أضيء أن أبدأ كلامي بأن يمكن هذه الخمسة أيام التي داومت فيها في قناتكم الرائعة كانت يمكن من أحلى الفترات خلال وجودي في الصين كان كأنه دوام رسمي نذهب صباحا ونأتي بعد الظهر كانت تجربة جدا جميلة الإعلام الصيني برأيي يحتاج أن يتطور كثيرا لماذا؟ حتى يصل لكل العالم الإعلام الصيني نرى أن هناك جهود جبارة وكبيرة ووضعنا يدنا ويوتنست الكثير من الطاقات الشابة الموجودة في قناتكم وموجودة في الصين التي تسعى إلى أن تصل إلى قلوب وعقول كل المشاهدين والقراء ولكن هذه الجهود تحتاج وقت إلى أن تصل إلى هدفها ليس هناك هدف كبير بهذا الحجم ممكن تحقيقه بسرعة ولكني أرى أنهم يسيروا على الخطة الصحيحة هذا بوجهة نظري طبعا يسيروا على الخطة الصحيحة وما يؤكد كلامي هذا هو البرنامج الذي تقوم به وزارة الخارجية الصينية والذي التحقت به والذي يقوم به مركز برنامج أو برنامج المركز الاتصال الإعلاميين والصحفيين الصيني هذا المركز يقوم بعمل ضخم جلب صحفيين وإعلاميين من دول العالم مختلف دول العالم من ما يقارب 80 أكثر من 80 دولة أكثر من 80 صحفي وأعلامي تدريب محاضرات ندوات منتديات رحلات على جميع الأصعدة الثقافية الاقتصادية السياسية صحية كل سياحية كل ما تفكر فيه هذا البرنامج الضخم أكيد على مدى كذا سنة إلى الأمام سنرى ثمارة أكيد ويمكن أنا أحس ثمارة وأكيد فيه أفضل مني وأكيد فيه ردود فعل يمكن أقوى من ما وجدتها فيني يمكن ولكن هذا برنامج ممتاز وفي اعتقادي الكثير من الدول ستعمل كما عملت الصين وستقتدي بهذا البرنامج لأن أنا سمعت من أكثر من يمكن خلال علاقاتي الكثيرة ولله الحم مع جنسيات مختلفة الكثير يسأل عن هذا البرنامج ما هذا البرنامج ماذا عملتم أين سكنتم كيف فيسألوا عن تفاصيل كثيرة لأن سمع هذا البرنامج سمع ووصلت لهذه السمعة الجيدة وصلت لأنحاء كثيرة في العالم فأنا أرى أن هناك خطة ثابتة وصحيحة تجاه الوصول للعالم ولكن هل وصل الآن لا متى لا أعلم ولكن هو يمشي أو يسير في الطريق الصحيح وفي ختام برنامجنا اليوم خلينا نعود إلى التعاون أو رحلتك إلى صين وأيضا التعاون بين صين ودولة الكويت الشقيقة فلديك الخبرات في العيش في الصين لمدة 4 أشهر وأيضا نعرف أن هناك استراتيجيات مختلفة من قبل الدول الخليج وبما فيها دولة كويت لتمية الاقتصاد وأيضا لتنوع الاقتصاد فمن الجانب الصين هناك مبادرات الحزام وطريق كيف ترى المستقبل الأفق لتعاون بين الصين ودول الخليج وخاصة دولة الكويت وخاصة نتكلم عن المجالات الجديدة مثل السيارات الكهربائية وطاقة المتجددة وذكاء استناعي بنفس الوقت نحن كنا مبهورين بما رأينا في الصين خلال رحلتنا من مشاريع فيها الاستدامة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها لأن زرنا الكثير من المصانع وزرنا الكثير من المؤسسات الحكومية وغيرها والخاصة كذلك الكويت علاقتها في الصين علاقة عريقة جدا كانت الكويت هي أول دولة عربية تقوم بعلاقة مع الصين وكان حسب ذاكرتي بالخمسينات أو بالستينات ذهب أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح الله يرحمه ويغفر له في حينها كان أعتقد وزير زار الصين ب خمسة وستين واربعة وستين وكانت أول معاهدة أو أول مذكرة التفاهم بين الصين ودولة العربية كانت بين الكويت والصين فهي علاقة عريقة وقديمة جدا وكذلك يمكن ذكرنا في أول اللقاء الكويت قبل أن تصل لهذا المستوى الاقتصادي الصيني دولة الصين أو دولة الصين الشعبية الكويت قدمت منحة لها منذ هي كانت مساهمة في الصندوق الصندوق السيادي الصيني والكويت هي ثاني الصين هي ثاني مستورد للنفط الكويتي ومشتقاته فأساسا التبادل التجاري بين البلدين حسب ما أتذكر في سنة 2022 أو 2023 كما يقارب الـ 31 مليار دولار فالتبادل التجاري كبير جدا ولكن الآن مثل ما حضرتك تفضلت هناك أفق جديدة في التبادل التجاري أو في التنمية التجارية وهذا يتماشى مع رؤية الكويت لـ 2035 نرى مبادرة الحزام والطريق ومثل ما تفضلت بالتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي وغير من أمور هذه كلها تتوافق مع رؤية الكويت وهدف الكويت أن تكون مركز مالي تجاري في الخليج العربي أو في الوطن العربي والكويت طبعا يساعدها ذلك هو موقح الاستراتيجي فهل نحن نسير في الطريق الصحيح حتى نكون مركز تجاري ولتحقيق هذه الرؤية نعم وهل علاقتنا مع الصين ستساعدنا على وصول لهذه الغاية أو لهذه الأهداف برأي نعم لأن مبادرة الحزام والطريق هي تتطابق وتتماشى مع رؤية الكويت نعم شكرا شكرا لأستاذ أسرار حياة للتعليق المفيد والقيم شكرا شكرا جزيلا مشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء اشتركوا في القناة